هيا نشوف بسم الله الرحمن الرحيم حالتك حاليا يا برج الجادي عملت ازاي؟ الشمس يعني ما شاء الله في نجاح حسب نجاحك خويسة في امان في يعني جواك دفع كده جواك دفع طاقة حلوة جدا انت حالتك الحمد لله كويسة جدا حالتك انت شكل الشهر عامل ازاي؟ الشهر شكل فيه خير جادي اما ان انت هيبقى عندك عطاء كتير هتدي كتير شهر ده حد هيدي لك كتير بس فيه حالة عطاء مكافآت فلوس جاية من ناس كبيرة ورث فيه شكل الشهر فيه خير كتير انا سمع الحاجة فيه فين صوت؟ لا الصوت ايه الصوت كويسة جماعة الصوت مش واضح ليه يا جماعة؟ ليه يا جماعة ده المايك والدنيا مفروض كويسة جدا اللي عنده مشكلة في الصوت بيز يخرج ويدخل تاني فشكل الشهر فيه عطاء كتير فيه او ممكن يكون اخده ورد لايف بيقطع اخرجه وادخله تانيه جماعة هدفك ايه الشهر ده يا جدي؟ انت عايز زي ما تقول كل حاجة السحر ده مع كل حاجة معاه زي ما قولنا العصى ومعاه الكوباية ومعاه الكوين ومعاه السيف السحر كمان معاه اربع الاربع عناصر الارض ميا والهوى والنار الاربع عايز كل حاجة انت الشهر ده عايز يبقى عندك فرص كتير وانت تعرف تستغل الفرص دي بكل الادوات اللي معاك دي انت شكلك داخل على طموح جامد فيه عندك طموح بس ايه اللي بيوقفك؟ ايه عقباتك؟ عقباتك؟ ضميرك؟ الاعادة والتقاليد؟ فيه وازع ديني او وازع ضمير هو اللي موقفك؟ يمكن حاسس بحاجة من اللي انت يعني مقبل انت تعملها او الفرص اللي بتجيلك شاكك هل هي ممكن تزعل ربنا بحاجة؟ او ممكن المجتمع بتاعك ما يتقبلهاش موقفك الحتة دي وازع ديني او وازع ضمير فاهمين قصدي ايه؟ دي العقبة اللي حتكون قدامك ايه اللي حتحققه الشهر ده؟ دي ستار اول حاجة انت الامل عندك ذكرت الامل النجم الامل يعني احنا عندنا اسمه سحر بس بمعنى السحر اللي احنا بقل وحش بس هو اسمه ماجيك السحر بالمعنى الحلو اه انت هتحقق حاجة فيها سحر اللي هو من حلوتها ومن كتر بارقها بريق بريق وامل شديد جدا 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 ده فحد ذاته يعني انجاز ده الانجاز اللي انت هتعمله وانت هترسل لنفسك امل وطموح مش قادر اقولك عمل ازاي داخل مرحلة فيها سلام داخلي وطقتك فيها هدوء وسكيمة وعقلك متزن mentally balanced اه يعني المزاج الحمد لله ماشي كويس generous spirit ودي بتأكد ده الروحك فيها عطاء عايز تدي عايز تدي عندك طقة عطاء يعني ما شاء الله حاجة حلوة جدا خليك بالروح الحلوة دي يا جادي روحك حلوة جدا الشهر ده حاجة يعني فيها سلام وحاجة جميلة جدا اه ايه اللي انت محتاج تتفادى what to overcome القلق والخوف والاضطراب ممكن يكون عندك شوية قلق وخوف بما ان انت عمال عندك حماس وبشكلك داخل على حاجات كتير كده فعندك خوف واضطرابات حاول تعدل حتة دي اضطرابات ومخاوف انا مش شايفة لها داعي انا شايفة ان السكة حلوة قوي سكة مفتوحة والامل اللي عندك ده انت بتشكل حاجة بيدك انت الساحر انت اللي بتملك الحاجات دلوقتي هو اللي هيحدد انت هتعمل ايه ومش هتعمل ايه انت الوزع الديني عندك شغال يعني ما بمشواخد اجازة ما تقلقش من حاجة خوفك ده ملهوش اي داعي ووظفه بطريقة بطريقة صح ايه اللي محتاج تحتضنوا الشهر ده العيلة ايه الناس اللي انت محتاج تكون جنبهم جدا ويبقوا جنبك هم انت اللي محتاجهم اكتر عيلتك يعني نعم دا مشاكل وزعلانة مع علتها اللي زعلان مع مامته والها زعلان مع باباه يروح يصالحو والعيلة هي دي اكتر حاجة انت محتاجها الشهر ده عشان الصورة تكمل الحالة العطاء والوازع الديني والاااااا ، والامل الروحاني الجميل ده حيتوج بالعيلة ان العيلة تكون متربطة ومتصلحين وحاجة يعني صورة جميلة جدا للعيلة هتلاقي فين الدعم انت هتعرف يعني ايه اللي هيديلك الـ push كل ما تلاقي نفسك عامل كده تعبان تعبان اللي هو يا كده شقيان ده الدعم بتاعك اول ما يجيلك الاحساس ده اعرف انت ماشي صح انت بتتعب جامد انت كده شغال صح هنا هتلاقي الدعم مش وانت مقانتخ ومرايح لأ وانت شغال عندك حاجات فرص كتير يا جدي استغل لها صح ايه النصيحة نصيحة التارو ليك الخمس سيوف ايه الخمس سيوف دول ده واحد يعني حتى لو الدنيا بغيزة معاك او ما وصلتش لنتيجة لانت كنت متوقعها ودوارد جدا ان هو يحصل اوعد بيان اقف كده وبتضحك وتسمع لوشك كأنك كسباني ممكن يكون ده حاجة تانية غير موضوع الامل وش في الشغل والحاجات دي لا ممكن يكون حاجة برا مثلا كان فيه او مشكلة داخلها مع حد حتى لو خارج انت خسران او حس ان انت الجيم انت مكسبتوش يعني مش عايزك تبين ده خالص عايزك تبين الجوكر فيس تتحك ولا فرق معك دي نصيحة الكارت ده اوعد بيان ان انت تهزمت الجدي عصبي فعلا يا سلمة دي حقيقة طيب حلخص الارعية الارعية حلوة جدا دي حالة الجدي دلوقتي في نجاح يا جدي حاسس بنجاح حاسس بدفع حاسس بسعادة دخليه مش مبررة كده يا فايتا مش فاهم يا جاية منين حاجة مش مبررة بس حاسس بسعادة وحاسس بامل شكل الشهر ده في ايه فيه عطاء رايح جاي انت بتدي والناس بتديلك هدفك فرص عايز فرص وانت مستعد انك انت المراضي حتستغل الفرص دي صح عندك الادوات اللي تخليك تستعمل الادوات دي صح وتوظفها لصالحك 100% الساحر مفيش حاجة ما نعرفش يعملها زي ما قولنا نبص دايما للحالة للغة الجسد ايد في الارض وايد في السماء اللي هو هعمل اي حاجة انا هعمل اي حاجة انا واحد عايز فرصة وكنت مستنيها وجاتلي وهعرف ازاي استغلها ايه العوائق العوائق الدينية او وازع ديني او الدمير بمعنى يمكن فرص تجيلك تحس ان هي مش ماشية مع مبادئك لا انا معرفش اعمل ده انا مش موافق على ده ده اللي ممكن يعرقالك شوية بس لو انت شايف ان ده الصح امشي مع الصح ايه الانجاز اللي هيحصل عندك ان انت عندك الانجاز الشهر ده امل عندك امل ومنور نجم نجم امل روحانية السحر في الهواء ماجيك is in the air اللي هو حاسس ان مفيش حاجة مستحيلة انا ممكن اعمل اي حاجة اه حالة من العطاء عندك حالة عطاء من جواك اه وزي ما قلنا حالة سلام داخلي وتوازن عقلي عقلك عقلك متوازن يعني الساعات كده يا جماعة بيجينا وقت في الشهر تحس ان دماغنا شطحة كده اللي هو كل حاجة عندنا اوفر اه انفعالتنا على الحاجة اوفر مزودين في كل حاجة او تلاقيها مثلا ضح تقوي ما تلاقينا ما بنيديش رد فعلي الحاجة لازم ترد عليها فدي عالي حالة عدم توازن الشهر ده انت في حالة توازن عقلي وانفعالي الحمد لله الدنيا حروق محتاج تتفادى ايه الخوف والقلقة والضرباط النوم والتفكير الزايد تفكير كتير كالتفكير لأ انا عايزاك بدل التفكير والقلق ده تحولوا لحاجة تانية which is already انت حاسس بيه يعني وظفوا في حتة تانية وظفوا في الامل في الطاقة في 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 البوش ادي لنفسك بوش انك انت عايز تعمل حاجة هتقيل انت محتاج تلتصق بيه الشهر ده ويبقى زي ضلك كده عيلتك عيلتك هم دول اهم حاجة باباك مامتك اخواتك باباك مامتك اختك دول اللي انت محتاج منهم التعم زي ما قلنا اللي زعلين من بعض يروحوا دلوقتي يصلحوا بعض دلوقتي هتلاقي فين البوش في التعب كل ما تلاقي نفسك تعبان تأكد ان انت ماشي صح كده انت ماشي صح النصيحه متبينش انهزامك حتى لو انهزمت بشكرك يا سينو سينيو سينيوريتا انت اسماعهم كده يعني بفتكر دي كلمه ودي كلمه انا شايفه امال كتير يا زهره باذن الله فيه فرص كتيره بس عايزاكو تحسنوا استغلالها وماله يا سهام ده ممكن يكون شكل من اشكال التوازن على فكرة انك مكبر جماغك ده حاجه حلوه جدا ده مش وحش خالص يعني انا جدي بصعب الصبية جدا بص يا جماعة موضوع العصبية ده في الجدي معروف انتو عصبيين انتو والحمل عصبين جدا يعني موضوع العصبية ده وانا كنت بعاني منه كتير واحنا بنقول برج ايه حول الله يا رب اه الجدي اه زي ما قولتلك يا جماعة تمرين النفس ده مهم جدا جدا بيساعد جدا اه اول لما تلاقي مشكلة جاي عليكم خدوا نفس عميق غيروا المكان وروحوا قده تانية انتو بفهمة انتو كمين مع جوزك وحسن الشرارة بتضيت تطلع والسلك بيلمس فقا دي سانية واحدة سانية واحدة خشي قده تانية تشربي مية مية بتهدي جدا على فكرة بتهدي بتهدي بتطفي النار اللي جوه دي اه اخدي نفس بعد كده اتكلموا يعني لان العصبية دي هي مشكلة انت اكتر واحدة بتتأذي لان انا عصبية برضو جدا والموضوع ده ازاني جامل جدا 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 بتأسي صاحبها وبزعر الناس منه لانه بيقول كلامه هو مش عايز يقوله ويندم عليه بعدين اه فيعني عشان تتفادي الموضوع ده جربي والله يصدقيني الموضوع ده انا باخد بعدي وبامشي اروح قده تانية وبعدين ارجعتيني بعدها في خمس دقايق بالزبط مش هيحصل اي حاجة في الخمس دقايق دي يعني حقك مش هيروح هتقولي اللي انت عايزيه بس هتقوليه بصورة احسن وفيها عقل اكتر وهتاخدي حقك مش هتخساري بالعكس يعني هتكسبي اكتر لانو انت بتعصبها لو رديتي هتغلطي فهتخساري حقك فهمتي الفكرة بعدين ايش موضوع العصبية ده انا عافي ان هو صعب وانا انا اخر واحدة تصحكه في موضوع العصبية ده لان انا عصبية جدا جدا فوق الوصف ممكن كنت تخيله بس ما حاول يعني ولازم نقدر نحاول هنعمل ايه؟ دي القراءة العامة معا خلونا دلوقتي نشوف الحالة العطفية لبرج الجادي نتطمن على اخواتنا وصحابنا برج الجادي